هداف من العيار التقيل يعني معايا من الربع فرصة بيخلص على طول حقيقة مش بس جوع الملعب زي ما كان طبعا نجم من النجوم النادي الاهلي لكن برا الملعب يا رب نجيب معاك جوال كتير النهاردة كابتان احمد بلال مشرفنا ومنوارنا السادسة اهلا بيك اهلا بيك طبعا اهلا وسهلا بيك و يا رب ان شاء الله نعرف ان نجيب جوال لا انا عارف ان انت ستيت فورورد زي ما بيقولوا كده بلال كان يمكن من الحاجات اللي اتعجبني فيه جدا او اتفرج عليه يعني طبعا الاهلي كان فيه شويتة كتير جدا يعني تاريخ طويل كابتان طاهر ابو زيت كابتان خالد جدالة محمود ابو الدهب وغيرهم وغيرهم عشان منساش محمد يوسف طبعا كان عليه رجل شمال ما شاء الله مدفع لكن بلال كان ما شاء الله يعني الكرة دايما لعيبة لما بتيجي تشوت لقيها بتتعزم وكرة وانت بتجري دايما بتبقى سهل انك انت يعني تمرجح رجلك كده وتجيب جون لكن بلال كانت وكرة تحت رجله ما شاء الله ما شاء الله يعني وكرة تحت رجله كده هي اللطشة دي تروح على طول نورنا كابتان احمد منا خليك يا محمد تستطيع مناسبة انك واحد من يعني من كبار الهدفين انا عايز اتكلم معك مش بس في الاهلي في مصر عموما دلاتي بيقولوا انه الهدف بقى يعني عملة نادرة شوية بقى يعني حاجة عزيزة وما بقاش عندنا هدفين كتير منتخب لفترات طويلة كان بيبقى فيه حيرة تتعقب اجهزة فانه ييجي اجنبي وبعد مصر يمشي المصر ييجي اجنبي كنا محترين دايما في المهمين شاف انه عندنا نادرة النهاردة في الهدفين ايه نادرة كبيرة كمان يعني النهاردة بقى فيه ازمات على الهدف رقم 9 المان تارجت اللي بتشتغل عليه او اللي بيسجل هدف لسكورر تمام دي كلها مسميات للرأس الحرب رقم 9 في الاخر هو اللعب اللي بيقدر يسجل هدف او يترجم الجمل التكتكية اللي بيشتغل عليها المدير الفني عندنا مشكلة لاسباب اول حاجة طريقة اللعب طريقة اللعب اخفت كتير جدا من المهام الرئاسية للهدف لرقم 9 للمان تارجت بتاعك اللي بتشتغل عليه 4-2-3-1 4-3-2-1 4-5-1 دي كلها طرق لعب بتعتمد على الشادو سترايكا تمام يعني جوارديولا منه اللي هو اللي اخترع الطريقة دي 4-5-3-2-3-3-3-2-3-5-2-3-4-2-3-4-5-5-4-4-3-4-5-4-2-1-53-3-3-3-4-5-5-5-4-3- рад mobility قوي جداً 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 جداً. تمام؟ بتلعب على كونتر اتاكس بشكل كويس قوي فأنت لازم وأنا برضو جوارديولا مش لازم أنا كل مرة أبقى فعل بس. جوارديولا مشكلته في الماتشات الأخيرة كلها أنه أنا بشتغل كفعل وبستنى الفرقة التانية تشتغل تبرد فعل بالنسبة لي. اللي حصل في تشيلسي العكس هم امتلكوا زمام الماتش بقى مسيطرين بشكل كويس. أمتى بيهجموا أمتى بيدفعوا عاملين بلوك واس قوي في نص المرعب فاتنس أعلى من السيتي فبالتالي قدر كمدير فاني أنه يحزم الماتش بشكل كويس قدر ياخد الماتش للشكل اللي هو عايزه قدر يسحب البصات من تحت المان سيتي تمام؟ جوارديولا كان أفكاره مختلفة شوية في الماتش ده عايز يبدع عايز يمتع لكن في كل مرة عايز تبدع وتمتع على حساب المكسب المكسب أوقات بيتطلب حاجات مختلفة عشان نرجع لموضانة أن راس الحربة هنا للأسف الشديد في مصر كمان احنا تعلمنا من طريقة 4-2-3-1 أن كل الناس بتسجل الطرف الريت وينجي بيسجل والليفت وينجي بيسجل المانترك بيسجل البلايميكر بيسجل هنا في مصر الموضوع بقى مختلف شوية هنا في مصر بتلعب كل 90% من الفرق بتلعب كاونتر اتاكس عشان كده بنشوف يعني مشاكل كبيرة جدا وعدم ظهور جيد للفرق ده في مصر يعني النهاردة كيف تيجي تقدل فرود في مصر؟ يعني انه طرق اللعب هي اللي سهمت في موجود أذن واختيارات المديرين الفنيين للعيب النهاردة انت كفرقة عايز تلعب بـ 4-2-3-1 فبالتالي بتنقل فرود ممكن ما يكونش فرود بس انت محتاج واحد عنده سرعة فقط لغير لكن عنده تلنت الموهبة بتاعت احراز الاهداف دي برضو موهبة تمام ممكن ما يكون عندوش بس لمجرد انه عنده سرعة لعيب سبرينتر تمام عايز تعتمد عليه فبالتالي انت بتلعب على حساب واحد ممكن يكون هداف ولكن في الاول يعني تعالى نشوف كده نبص هتلاقي مثلا احمد داس رعين مواصفات المان تارجت رقم 9 هدف من هدفين الدور الممتاز اي تمام محمد شريف ابتدى يشتغل هو ما كانش في البداية ما كانش بشتغل يعني فرود النهاردة ابتدى يشتغل يحط نفسه في الحتة بتاعت البوكس تمام التمنتاشر هسجل اهداف اتحرك ازاي التحركات بتاعت الفوتورك بتاعه هايل جدا ساعد انه يسجل اهداف يبتدى يحط نفسه في الحتة دي تمام فالنهاردة الدور العام اما تيجي برضو تفرز اللعيبة مش هتلاقي يعني احنا بنعد اتنين اتنين من الاهلي يعني اتنين لعيبة بلعبوا في النادي الاهلي اما تيجي تبص على بقية الفرق مش هتلاقي انا عن نفس اي ممكن يكون حسام حسن سموحة لعيب برضو عنده مواصفات الاسترايكر تمام بقية الفرق تفضل تقعد تنتظر كده تشوف يا ترى هل ده هممكن نكون بلعب فرود عادي ما عندناش ازمة لكن انا بكلم كمواصفات لا مش موجودة يعني المدربين في مصر اخفوا حتة انك يكون عندك فرود كويس من الطريقة اللعب انا بشوف ان الطريقة اللعب لا تتماشى مع كل الفرق المصري من وجهة نازل يعني المدربين بيظلموا اللعيبة وفرقهم باربعة اتنين تلاتة واحد محتاجة تتغير وشايف وجهة نازلك لها وتغيرت ممكن تحل مشاكل او ازمات طبعا طبعا هي لازم تتحل بص احنا النهاردة في مصر عشان تلعب باربعة اتنين تلاتة واحد محتاجة فرق مثلا زي النادي الاهلي زي النادي الزمالك يبقى عنده اتنين طرف اصراع وعندهم مهارات بعرف اجيب يجول وعرف ادخوله وارعافه لعب مكان الرأس حربة ويبقى فيه يعني لا مركزية انما النهاردة عشان تلعب باربعة اتنين تلاتة واحد بثوابت لعيبة سابتة وينجين سابتين رأس حربة سابت بليمكر ما بتحركش من تحت ما بيكملش في وقت ملايوة رأس حربة بتظلم فيها اللعيبة بتظلم فيها اللعيبة بشكل كبير جدا 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 طيب انت يا كواس اتكلمت على الطريقة ان انا هرجع لها مرة تانية لانه دي الطريقة اللي بيلعب بيها مستر المسلماني تمام واللي يمكن اداء بيها مع النادي الاهلي يعني طبعا فكرة النتائج الحقيقة الراجل وخصوصا كمان في المطشاط التقيلة وده يحساب له الحياة صحيح مظبوط تزل الظروف صعبة لكن بيحق المطلوب منه وبكفاءة عالية واخرها طبعا السوبر لكن يمكن على مستوى الكرة والمتعة والاداء يمكن الناس يمكن حاسة ان كرة الاهلي مش احسن حاجة مع مصدر اقل شوية اقل شوية مظهور عشان كده هكلمك في الطريقة لكن خليني اقف مع مطش السوبر تحديدا ازاي شفت وازاي شفت المكاسب سواء كان متعلق بارقام قياسية سواء كان متعلق باضافة بطولة او فيما يتعلق كمان بالتوقيت بتاع تحقيق بطولة السوبر من وجهة نظرك مكاسب الاهلي من وجهة نظري شوف هقولك على حاجة مكاسب الاهلي من وجهة نظري خلينا نكلم ان هو السوبر طبعا اهم مكسب انت كمان بتضيف لطبيعة الكرة لطبيعة الكرة انهي بطبيعة كرة القدم خط بالك طبيعة كرة القدم معروفا انا بطل الشامفين ذكرك تمام هو اللي بيكسب البطولات فالاهلي يعني كفته قتل شوية كفته بتبقى وفعلا الاهلي اسبت ان ان كفته قتل الأهلي في المباراة الناس من وجهة نظر الشخصية بتبتدي تثبت ثقاتها في مستر موسيمان آه ممكن نختلف أنا وأنت على الأداء أو واحد تاني يختلف على الأداء لكن النهاردة أنت بتلعب مباراة زي مباراة الزمالك بتخرج منها بالشكل ده وبالنتيجة دي بتلعب الكورتر فاينل تمام هنا في القاهرة أدائك غير جيد بس بتكسب اتنين بتروح هناك بأداء جيد بفكر مختلف وبتقدر تتعادل هناك بتسجل انت هدف وهما بتتعادلوا معك مع فرقة من أفضل الفرق أو فرقة من الفرقة المصنفة أنها توصل سيمي فاينل لفاينل مظبوط الـسانداونز ديجي بعد كده كورة لعبة مختلفة أداء مختلف ستايل مختلف مواجهة فريق مختلف تماما نهضة بركان فرقة كويسة عندها إمكانيات عندها قدرات عندها لعبة كمان عندها خبرات في الملعب وعندهم إمكانيات وقدرات عالية وعندهم حافز كبير بتلعب النادي الأهلي وبالعبه على السوبر بتلعب على كاس مطولة أي فرقة هتلعب النادي الأهلي دي بالنسبة لها بطولة خاصة لا مش حافز دي بطولة أنت النهاردة بتكسب بطل إفريقي بتكسب الفرقة اللي محطمة كل الأرقام القياسية النادي الأهلي النهاردة هنتكلم في مستوى تاني مختلف خالص أنت مفيش في قارة إفريقيا حد قريب من النادي الأهلي فأنت بتتكلم أن أنت في حتة لوحدك وبقية الفرقة بتتنافس على المركز التاني زي بالضبط الدور العام المصري أنت النادي الأهلي بيأخذ البطولة وانت بتسيب الاثنين ثلاث فرقة التانيين ده بيأخذ تاني وده بيأخذ تالت وده بيأخذ رابع يعني بيتنفسه مين هيأخذ النهاردة مين هيأخذ معنا في الشامبينز ومين هيأخذ في الكونفدراليج فأنت النهاردة في حتة بعيدة فكرة أن أنت تكسب السوبر وأداء مسماني الشوت التاني اللي اختلف تماما عن الشوت الأول التحولات اللي حصلت ده بيخلي الناس تبتدي تسق وتسبت حتة الثقة في مستر موشم اللي حصل بين الفرق من وجهة نظرك بين الشوت الأول والشوت التاني ايه؟ طريقة لعب تغييرات في أسماء اللعيبة فوارد في ناحية بدنية والفنية لأ بسخدالك أول حاجة أراية للجيم انت برضو خد بالك انت مهما تفرجت على الفرق انت وانت بتبتدي بتشتغل بتبقى برضو في عندك مفاجئات المدير الفني ممكن يكون غير طريقته هو كان بلاعب بالشباب ببتدي المدير فن نظر قبل كان بلاعب بالشباب بالمهاتشات اللي قابليها لعب بكل العناصر اللي عندها خبرة تعمkeys بكل العناصر اللي عندها خبرة اللعب في المهاتشات الكبير فى انه هو فجأك بطريقة لعبة مختلفة بالعيبة مختلفة كوالتين مختلفة فانت النهاردة عاد للشوت الأول بتدرس الفرق بتشوف بتقايم الشوت التاني تحولت الكافة طريقة اللعبة اختلفت بتدى الأهلي يبقى له цريع حقيقية تدى الاهلي بتدي يضغط من الخط الامامي يمسك كرة يستحوز ينتشر لما بيمسك الكرة بينتشر يعني بيفتح الملعب واللعبة بتنتشر بشكل كويس التغييرات كمان اللي اتعاملت تمام عشان يعني النهاردة كان عندك ايمن اشرف عنده انزار وكان عندك ياسر ياسر براهيم عنده انزار غيرت الاتنين اللعيبة وانا كنت شاف انهم عندهم ايجاد كم ممكن يراحوا على طول خط قرار بدري كمان ودي حاجة تحسب لمسلماني انه ياخد قرار بدري يعني فيه فيه مداري بيقولك طب انا استنى شوي يعني استنى حتة ان انا مسلا ممكن اللعيب عشر دقيق ربع ساعة ولقيت ان اللعيب اجريسف شوية وتنس شوية ممكن اغيره لأ هو اخد القرار بدري ودي حاجة تحسب المدير الفني لانك ممكن في اي وقت من الوقت ايمن اشرف ببرا الملعب يكلفك مباراة كاملة يكلفك سوبر تمام التغيير بتاعت صلاح محسن في التوقيتها بالنسبة لي توقيت رائع فابتدى الاهلي والتغيير طبعا علي معلول اه طبعا علي معلول التغييرة هيلة جدا لان علي معلول عمل جابها جابها محترمة جدا نحت شمال لعيب بدي ثقة فيه احيانا لعيبة بتبقى موجودة في الملعب انت كلعيب بترتاح وبتسق لما هي تكون موجودة يعني احنا زمان كنا بنعمل ايه يعني كان يقولولنا زمان لما كرة تبقى في مشكلة مثلا ندور مثلا على واحد زي وليد صلاح الدين بيعرفه مسكورة ابوتريكا بيعرفه مسكورة محمد بركات تعافي شغل اللعيب بحواليه بيعرفه مسكورة بيعرفه رأس بيعرفه ريوغ بيعرفه ببلو عنده عنده رؤية في الملعب لما الامور بتتأزم انت كلعيب في الملعب بكلم الخط الدفاع يعني بتدور على عيب عنده بتسق فيه بتسق في خدراته وامكانياته وكل لعيب تليلي طبعا العيبة كلها محترمة لكن انا بكلمك بعض الفلول الفردية علي معلول عنده الحتة دي إنك تباصيله وإنت مش ألان مستريح عارف إنه هو هيبع عنده حل ده اللي حصل في النادي الأهل الشروط التاني كانت تغيرات جيدة جداً من وجهة نظر الشخصية خلت الأهل يكسب المؤكد ممكن نكسب خد بالك ثلاثة أو أربعة أو ونروح في حتة تانية قبل ما تكلم معك عن اللي جاي واللي جاي مش سهل على الإطلاق اللي جاي بحكم إنه قبل نهاء دوري الأبطال ده في حد زيته بيدي صعوبة وبيدي أهمية لقاء وبحكم إنه كمان مواجهة كلاسيكية بتجمع بين الأهل والترجي وبينهم من تاريخ طويل جداً من المنافسة خلينا نتكلم عن المبارادي بس بعد ما نروح لفصل ونرجع نفدي كلامنا بقى مع كابتن أحمد بلال عن استعداد وتحضير النادي الأهلي للترجي وإيه اللي مطلوب عشان مستر موسيماني والسكواد اللي معاي قدموا مباراك وإيه سخصوصاً إنه لقاء الزهاب هيكون في تونس في رادس أهلاً بيكم في السادسة مرة تانية كلامي مع كابتن أحمد بلال حقيقة يمكن في فترة يعني وقت الفصل في المنتجة الأهمية وممكن حقيقة يكون فيه فايدة لكتير من اللعيبة اللي موجودة حالياً كابتن أحمد كان بيكلمني على فكرة إنه كل نادي ليه فيه حاجة اسمها الأهداف العامة دي الأهداف اللي بيحددها كل كيانة وكل مؤسسة وكل نادي نفسه وفيه حاجة اسمها الأهداف الشخصية وفي حتة الأهداف الشخصية بتهالي ممكن يكون فيه كلام مفيد جداً كابتن أحمد طبعاً برحب بيك مرة تانية وإحنا داخلين على نهاية سيزن ومرشحين تقريباً لكل البطولات اللي احنا بنشارك فيها محطات نهائية محتاجة أعلى درجات تركيز محتاجة أعلى درجات أو أعلى مستويات المجهود بالنسبة للعيب بدايةً كده خليني الأول أبتدي بماتش الترجي انت شايف المباراة دي إزاي وشايف فرص فيها الأهلي إزاي خصوصاً لأول مرة من فترة طويل أهلي عنده مساحة يستعد ويجهز لعيبته دي حقية بص إحنا النهاردة بنتكلم في حوالي تقريباً ثلاث أسابيع مزبوط من ماتش نهدة بركان ليه جهادات اللي موجودة عندك الإصابات اللي موجودة طبيعة كمان حالة المدير الفني وكيفية التعامل مع العيبة بدون ضغوطات يعتفر مع النادل أهلي بشكل كبير جداً 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 موسيماني كمان أول مرة يغط فترة زمنية كبيرة من ساعة ما جاء هو الحية مع أنت فيه المفترض أن أنت ببعندك وقت كمدير فني أنك تصلح الأخطاء أنك تعدل في التاكتكس بتاعتك أنك تشتغل مع اللعيبة حاجات انديفيدوان النهاردة الكلام ده من ساعة ما جاء موسيماني وهو بدغوط في ماتشات فما عندكش وقت أنت هدوك بتغير حاجات بسيطة جداً بتعدل في أفكار اللعيبة في حاجات بسيطة ما عندكش رفاهية الوقت أنك تشتغل في الحتة دي النهاردة عندك رفاهية الوقت أنك تشتغل فأعتقد الأهلي مع مستر موسيماني مباراة التراجي المفترض أنه يظهر بحقيقة النادي الأهلي أنا مش بكلم على النادي الأهلي كسب بطولة أفريقيا كسب السوبر كسب كاس مصر يعني كسب كل البطولات كسب البرونزية كسب البرونزية كاس الأعلى ودي حاجة مهمة جداً جداً ولكن أتكلم على الأداء الفني الأداء الفني اللي هو مرتبط بحالة اللعيبة حالة اللعيبة البدنية وحالة اللعيبة الفنية وإدارة المدير الفني للمباراة وكيفية استعداده في التدريبات شايف أن دي الفرصة الأولى الأولى من وجهة نظر الشخصات من أول ما تولى المسؤولات من وجهة نظر كل المقاومات يعني حنبتدي نقول الأهلي بيلعب كرة إزاي تمام؟ الأهلي اختلف ولا ما اختلفش بعد التوقف أنت كل المدير الفني يبقى نفسه في أسبوعين ثلاثة يبقى فيه توقف عشان يبتدي يزرع أفكاره للعيبة عشان يبتدي يغير لو عنده وقت ممكن أنا سمعت أن الأهلي هيلعب ماتشه مباراة دية يعتقد من وجهة نظر الشخصية هيقدر مستر موسيماني أن يحط فيها أفكاره ويشتغل مع العيبة بشكل كويس على حتة الفنية دي على التعديلات ممكن يكون هو طريقة اللعب أنا شفته في أكتر من تصريح بيتكلم على طريقة اللعب وأن ما فيش وقت للتعديل وأن الأهلي عنده مباراة متلاحقة وده يعني من سوق وضع جدول الدوري المصري سيئ جدا بالنسبة لأنه أنا فيش نادي في العالم بيلعب 8 ماتشهات في شهر 9 ماتشهات في العالم مبتحصلش استحالة يعني ده عايز لعيبة كده يعني بعدات كهرباء مجد؟ يعني عايز لعيبة يعني عارف اللي هو عجل يعني عربيات مش عايز لعيبة كده بنادمين طبعين زي حالتنا كده لأن الريكاوري مفيش وقت صعب جدا جدا فبالتالي أنا بعزور مستر موسمين يعني في ناس كثيرة جدا بتركي الأهلي وطريقة اللعب وابتاع انت في النهاية انت عايز تكسب بطولة بس جمهوري الأهلي طمع شوي احنا اللي طمعناه أو الإدارات الفنية اللي طمعيته طمعيته ليه لأن الأهلي دائما بيكسب وبيعمل أداء النهاردة انت بتكسب بس دي رقم واحد المفترض نيته برقم واحد بنسبة للجمهور لكن جمهوري الأهلي المعادلة بالنسبة له صعبة شوي معادلة بالنسبة للجمهوري الأهلي عايز مكسب وعايز مكسب وعايز كرة جمدة جدا عايزك تكسب وعايز في نفس الوقت انك تعمل كرة جمدة جدا يعني بيبقى طالع زي اني قالك احنا اخدنا السوبر بس يعني الأداءة ما كانتش حلو بيش على حد في العالم بيقول كده احنا بس جمهورنا طمع شوي وحقه على فكرة احنا يعني نادي الأهلي اللي عوده كده القماشة اللي مع ميسر موسماني لفترات كتيرة جدا كانت نقصة نقصة لانه ممكن يكون فيه اصابات نقصة لانه ممكن يكون فيه لعيبة بره الفورمة نقصة لانه في حالة اجهاد مستمرة فما تقدرش تحسبه او تاخد منه المية في المية من القماشة المتاحة في ظل الظروف اللي تكلم عليها كابتان احمد انا بقول موسماني ادى اللي عليه مية في المية مية في المية مية في المية لانه كل البطولات اللي اشترك فيها موسماني انت مطلوب من المدير الفني انك تاخد بطولة انت خدت الدورة العام خدت كاس مصر خدت بطولة افريقيا وخدت كل ده من ميد من المفترض المنافس بتاعك نادي الزمالك انت كسبته في نهاية في نهاية القرن كما بيقول كسبت الزمالك في نهاية القرن خدت السوبر الافريقي خدت بطولة افريقيا خدت الدورة العام المصري لما أنا حسب المدير الفني، سأعطي له مارك، سأعطي له كاته، دي عشر مع عشر. أكيد، دخلت أربع بطولات أو خمسة، أخدتهم لأربعة. طب أنا أقول للمدير الفني، محتاجين نلعب شوية بس كورة حلوين على الأرض. ممكن نعمل تأسيم على بك. على بك، ممكن نعمل تأسيم حلوة لو. مين اللي عائبة لنوارت من وجهة نظرك مع مستر موسيماني؟ الشريف، أه طبعا، ديانج، أدي بشكل أيمن أشرف، مقدي بشكل هايل مجدي أفشا، يعني في أربع العيبة، حسيت أنه مستر موسيماني اختلفوا شويتين تلات. مين اللعيب اللي عايز مستر موسيماني يشتغل عليهم شوية؟ لو شايف أنه عندهم أكتر من اللي بيطلع منهم مع التيب دلوقتي، أنا بشوف هاني محتاج يشتغل كويس، تماما، الشريف بس وأنا كلمته في الحتة دي أنا كلمته رحمد شريف، يشتغل في البوكس شوية العرضيات، لعبة بدماغه، هم جداً جداً جداً، تبتلع في النادي الأهلي، وأسد الأفورات راجع تاني عالي معلولة، تلاقي كل خمس ده، كروس من ناحة اليمين، كروس من ناحة شمال، كروس من ناحة شمال، فمحتاج، هل هو أسد الأفورات؟ طبعاً نعم، خم واحد من أفضل اللعيب المحترفة التي جاءت مصر، خد بالك لعباً وخلقاً، لعب ما بيعملش مشكلة في الملعب، ما بيعملش مشكلة برا الملعب، ملتزم جداً، أداء هجومي عالي جداً، يعني تحسوا كده متربي في النادي الأهلي، يعني أنا في الأهلي من سنة 95، إنه هو تحس إنه هنا من سنة 95 ونص بعد يعني، فلعب هايل طبعاً، فعايز شايف إنه شريف محتاج يشتغل على العرضيات فقط، يشتغل على رسوله، شريف هو عنده رجلين اتنين ما شاء الله، هاي، وعنده الفوتورك رائع جداً جداً جداً، وعنده تركيز عالي جداً في المياه، يعني أنا بحس إن شريف بيدخل ملعب مركز قوي، الفرص المتاحة اللي بيتجيله ويقدر يسجل بيسجل، الفرص المتاحة، وحركة القطرية جيدة، محتاج بس يشتغل في العرضيات، الكورسات، هاي، هتوديه في حتة تانية، هتوديه في حتة تانية خلص، مختلفة تمام، بدل ما بيسجل كل ماتشين، هيسجل كل ماتش، كلمتوا في الحتة دي، وهو على فكرة بيستجيب جداً، وهو ولد مهزب جداً جداً جداً، وبيطور من نفسه، وده عجبني بشكل كبير جداً جداً، مجدي أفشل، أن كل ماتش، ما ينفعش تطلع من غير ثلاثة أربعة تصويبات، يعني، أنت بتلعب في حتة حلوة قوي، وبتقدم بشكل رائع جداً، وبتعمل، يعني، ثروب كام، ثروب باسز، رائع جداً، في الجيم، بس محتاجش أنك تشتغل على حتة التصويب، محتاج، محتاج، عموماً يا أحمد، وانت بتبقى، هارجع معك كده في الزكريات، لما كنت في الملعب، لما كنت انت دخل، أنا فاهم طبعاً، أنه لما بيقى في ماتش مهمة أو ماتش بطولة، كانت الفرقة بتبقى أفلعة نفسها، وكان بيقى في درجات تركيز كبيرة جداً، لكن أنت بينك وبين نفسك، أكيد برضو كنت بتتكلم، يعني، كنت بتقول، اشتغل على كذا، ركز في كذا، الحاجات دي، أو الخبرات دي، لو ممكن تنقيلها برضو، للجيل ده من اللاعبت الأهلي، ممكن تقول إيه؟ بس كل واحد طبعاً، مركزه مختلف عن الثاني، يعني أنا النهاردة كفروت، كان عندي حاجات، يعني في بعض عندي بعض الحاجات الإجابية، كنت بحاول أزودها، وعندي بعض الحاجات السلبية، أنا كنت عامل زي شريف كده، الحاجات اللي بالدماغ، عشان برضو أنا مش طويل قوي يعني، أنا 179، فعني بحاول بخدر إمكان، أن أنا بتحرك، مش بالجومب العالي قوي، يعني أنا بحاول أن أنا ايه؟ تتمركز صحة، بزبط، تتمركز صحة، أسبق شوية، فهم أصلي؟ بالضبط، أختار التايمينج، بالضبط، أن أنا مثلاً أطلع للكورة، فدي حاجات كنت أنا بحاول أشتاق، لأن يا خلال، هو الطول ده بتاع ربنا مش بتاعي، فبتعوضوا أنت بالتايمينج بتاعي، وفي لعيبة، الطول بيبقى مش أحصل حاجة في دنيا، بس التايمينج بتاعه بيعوض، بزبط، في لعيب تاني، التايمينج بتاع التايمينج بيعوض، يعوض، لعيبة النادي الأهلي، أنا مش عايز أقول هما محتاجين، أنا بس عايز أقول إيه؟ الفترة الراحة اللي جاية دي، هتوضح لك حاجات كتير قوي، هتحط كل واحد في مكانه الطبيعي، يعني إحنا ممكن نقول إيه؟ محمد آني راجع من إصابة، أيمن أشرف لسه راجع من إصابة، رامل ربيعة راجع من إصابة، علي معلول لسه راجع من إصابة، فوق أنا أكلمك، حمدي فاتحي برضو، أنت بص كم العدد اللي راجعين من الإصابات، فأنت النهاردة محتاج، الفترة اللي جاية دي، وبعدين تدخل ماتش الترجي، فتشوف تقيم اللعيبة، في ماتش الترجي بشكل كويس، الماتشين مش ماتش واحد، عشان تقدر تقول، هل لعيبة النادي الأهلي فعلا محتاجة؟ هل فعلا النادي الأهلي محتاج لعيبة؟ لازم تقيم في توقيت صح، ما ينفعش أنا يبقى عندي كم المباراة المتتالية اللي وراء بعض، وبعدين يبدأ قيم أقول، عمر السلية أداء نسبة الجري والأداء بتاعه قليل شوية، ما هو أنت عندك إكسكيوز، يعني عندك عذر اللعيب بتحطه عشان خاطر ده، بقاله كتير جدا جدا عندهم حالة من الإيجاد، يعني بقالهم ماتشات مطرحة، طبعا، في الزنيل، انت بكام على موسلمين تقريبا، ندخلين في بعض، فرص الأهلي في الدولة السنية دي شايفها، زي خاصة أنه يعني يمكن المسم الأخير، الأهلي كان مرتاح، كان وضح أنه مفيش منافسة، كان الأهلي الحقيقة حاسب من حتى البطولة قبل ما تنتهي بحوالي سبع أسابيع تقريبا، شايف الفرص الأهلي في المنافسة على بطولة الدوري، أو البطولات المحلية دوري وكاس يعني؟ بص، الأهلي طبعا عنده ماتشات مؤجلة كتير، ما يغرقش أن الزمالك يعني فارق ست تمن عشر نواط، إحنا لو كسبنا المؤجلات بتاعتنا هدون بقى أعلى من الزمالك، أعتقد بأربع نخاط، من وجهة نظر يعني، حتى لو تعثرت برضو في ماتشات أتوبة، أنت برضو أعلى من الزمالك، أنا بشوف أن الزمالك هو اللي عنده مشكلة، ليس الأهلي، الأهلي ما عنده مشكلة في الحتة دي، أنت دايماً اللي بيلعب قبليك، هو دايماً عايز يكسب، هو دايماً اللي مضغوط، لأنه عارف أن إنت لو خسر زي المباراة اللي فاتت، تعادل مع الجونة، مع صوت اللي خسر النقطتين يعني، يعني دي خسرة بالنسباله، عارف أن الأهلي فيما بعد لو كسب، هيفرق، فهو اللي مضغوط، أنت ما عندكش أي ضغوطات، آه، بس أنا عايب عندي تلاحق ماتشات وجدول مضغوط، مزبوط، يقرر لنفس اللي حصل في ساحرة أربعة، صح، مزبوط، بس أنت خد بالك أنت عندك ميزة برضو، أنت عندك ميزة أنت بتعرف تكسب تحت الضغوطات، أنت السنة اللي فاتت كان نفس الموضوع على فكرة، السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان عندك نفس المشكلة، اللي هي فاكر بموضوع التأجيل، وإلا اللي هي تأجله الماتشات، وإلا اللي مش عايز للعب غير لما زمالك اللعب، ومع ذلك لعبنا، ماتشاتنا قبله، وكسبنا الماتشات، وخدنا البطول، فلعلي عنده ميزة في الحتة دي، فأنت دايماً كل ما بتبقى جاي من بعيد، الأمر بالنسب لك بيكون أفضل، أفضل مهاجم في مصر من وجهة نظرك دلوقتي، أنا بشوف بالأرقام، يعني شريف وريان، شريف وحمد ياسر، بالأرقام، وأفضل صنع على عفو من مصر، مجد أفشا طبعاً، مجد أفشا طبعاً، مين لعيبة بره الأهلي، لفتت نظرك الموسم ده؟ هو بره الأهلي، بس أهلاوي، أحمد عبدالقادر، وعمار حمد، دول من وجهة نظرك، سموحة، سموحة ابن الآية، وبرضو عمار حمد، دول من أفضل، من أفضل، يعني الكوالة بتاعتهم، كوالة العيبة تأهلي يعني، إيه كلاس؟ وإيه رأيك، أو إيه وجهة نظرك في فرص مصر، في الفوز ببطولة، أنا كان عندي كلام كتير، عايز أتكلمه معاك، بس أنا عارف، فوز مصر ببطولة أفريقيا، هل بتشوف أنه منتخب مصر بشكله الحالي، بسكواد بتاعته، قادر يرجع على لقب بطل أفريقيا مرة ثانية؟ لا، صعب، 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 قادر يتأهل لكاس العالم؟ هو صعب، بس مش مستحيل، بس أنا بقول مناجة نظري صعب، أتقلت قبل كاس عادي، أذكر أيام كابتن جوهري 98، كان مستحيل، لا لا، كان عندك سكواد، حلو، بس هو طبع بالسكواد، قال له له مستحيل ترجع بالبطولة، وهو قال له من رجع، يعني توقع الشخصي مركز رقم 13، راح جاب البطولة ورجع، كابتن حساب بدري ما يقدرش، والله أتمنى كابتن حساب بدري حقى البطولة، كريم يا رب، دي بالدعاء، أنا مش عايز أحبط الأمر، لكن عايز أقول لك أن فعلا، يعني أنت النهاردة داخل، الأهل هيلعب، الأولمبياد، بعد كده هتخش تاني في أفريقيا، طب المنتخب، وبعدين ما عندكش برضو لعبة محترفة كتير، وصول مصر، معلش، وصول مصر الأولمبياد توكيو، مشاركة منتخبنا الأولمبياد، ما يعزش شوية فرص المنتخب الأول، أنه يوصل، أتمنى، أتمنى، بس الأمر مختلف خالص يعني، الأمر مختلف تماما، لأن انت بتكلم في سننا، أوبر 23، طريباً أعتقد، هيبقى ثلاث لعبة بس، والباية هتبقى تحت 20، 21، 22، هكذا يعني، لكن لو تم الحفاظ على المنتخب ده، بشكل جيد، هيبقى لهم مستقبل كوسموس، إن شاء الله بإذن الله، شرفت ونوارك، بنا خليكة بحمية، سعيدنا الوقت يجير معك بسرعة كابتنا أحمد، أنا خليك، شكراً جزيلاً، وأشكرك على وجودك معنا، وإن شاء الله نتقابل بعد مطر، شرفنا مرة ثانية، بإذن الله، إن شاء الله، أتقابل المرة نهائية، بشكر حضراتكم على المتابعة، نقابل حضراتكم بقى إن شاء الله، مع بداية الإسبوع اللي جاي، حلقة جديدة والسادسة، تحياتي لكل جمهي للنادي له.